أنا فيما يتعلق بي أن نجهل تبون ونقول له يا تبون اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب نقطة الستر هذا ما نقدر نقوله هذا ما نقدر نقوله أنا عارفت عارفت في الجزائر عارفتنا الإنقلاب وتعرفوا الاسم انتاعي وتعرفوا العيل انتاعي الناس اللي يعرفوني ما بديتش معارضتي الآن وانهار اللي جاء هذا ما يسمى بالربيع العربي أنا سمته شهيل العربي وراه المقال منشور في عدد من المواقع الشهيل العربي والمواقف انتاعي نهار كانت الناس تروج للثورة في تونس وفي ليبيا مواقف يراها مسجلة ومنشورة كنت منذ البداية قبل ما يظهر هذا ما يسمى الشهيل العربي كنت نحذر وكنت نقول باللي راه الانفجار قادم وكنت نقول باللي المخرج للجزائر هي المصالحة الوطنية الحقيقية ما زالني على نفس المبدأ وعلى نفس القناعة يمنع ان يتبوني يجي واحد من وراه نموت نعود النوض ما زال عندي نفس المبدأ إذا تعتقدوا باللي أنا نجي لكم ونقول لكم اسمحوا لي راني كنت على ظلال مبين وراني تبت احلموا احلموا على رواحكم والله العظيم ونموت سبعين موتا ونعود النوض غا نعود نرجع لنفس النقطة لأنه يقين يقين حامله هذا طريق ربي طريق المصالحة ويا سعدك يلي متوا قلبك صافي راح القيد صالح وراح العماري وستلحقون بهم طال الزمن امقصر تلحقوا بهم وهذه الشياتين ستموتون واحدا بعد الاخر يا سعدك يلي راح تنظيف سب وقول وش عبيت انا مؤمن بقضية مقتنع بها من اجل ارضاء ربي اما العباد والله ما على بالي بيك حتى وش ركت دير نحي الباسبور نحي الجنسية دير الشي اللي تحوس عليه الشي اللي اعطاه لك خاطر لكن سنلتقي ان شاء الله عند من لا يظلم عنده احد وساعتها اللي يراجل فيكم يهز يهز النيف انتعو قدام خلايق ربي اللي يراجل فيكم يهز القمقم انتعو جيبوا الشياتين جيبوا العبيد جيبوا المرتزقان وهزوا رواحكم قدام ربي ستدخلون القبور تاعكم ما ينفعكم غير العمل تاعكم ما ينفعكم الا العسس ولا تنفعكم الاموال ولا ينفعكم الاعلام ولا ينفعكم هذا الائمن تاع الظلال ولا ينفعكم شاهدي الزور واحد ما ينفعكم يا سعدك يلي رحت انظيف راهم يزينوكم في الاعمال تاعكم راكم من العشر المبشرين بالجنة راكين منكم اللي راهم يذكروا تبون اكثر من ما يذكر ربي ويذكر تبون اكثر من ما يذكر رسول واذا النهار كامل هو يهدر على تبون اكثر من ما راه يقرر في القرآن لكن بتلاقوا عند ربي انا ما عندي حتى مشكلة مع تبون كنت نعارض في النظام وما زالني نعارض في النظام والنظام اراني قلته ونعاود نكرر موش اشخاص النظام هو نمط انتحكم يكفي دليل هو انو عدتوا تكلموا عن العصابات والعصابات احنا كنا احنا اللي كنا نرقدو فيها لما كنت انتم تضربوا في الطبل في المزمار احنا ما زالنا على نفس المبدأ وان شاء الله على ربي ثبتنا عليه هذا ما كان اذا عندي حق نديه قلته ومش جزائري ضبوا الروسكم انا الجزائرية منحوت في قلبي ابن عن جد والجنز اللي اسمه شجرة العائلة راه محفوظة ابن عن جد كي منكم اللي ربا ما لو كانت تقولوا على الجد انت او الثاني ولا ثلاث ما يعرفوش الحمد لله راه كل شي راه موثق وعند ربي نحن احقوا بالجزائر من الناس اللي هما سفكوا الدماء وعذبوا الفقراء والمساكين وكلوا الاموال تاهم نحن احق بالجزائر من هذا الناس اللي راه ميتشدقوا بالوطنية الوطنية الزائفة لكن جيت راني جيت لفرنسا وانا بكرامتي وانا بعزتي نحب نروح للجامع في اي وقت نروح مكان حتى واحد يعترد طريقي بينما كنت في البلاد وديرين لك العسى الشياتين يقدروا يكتبوا افتقارين على الناس غير بالكذب وبالتزوير شاهدت الزور قالوا كان واحدهم يقولوا مثلا ده الحاجة قال شاهدت الزور والله مرة اتقيت واحد هكذا احكيلي على واحد قاسم من بالله العلي العظيم ولا يوم في حياتي قعت معاه يوم يوم واحد في حياتي ساعة دقيقة لحظة والله ما نعرفه غير هكذا من بعيد قال لي راه و كتب عليك تقارير خليها على الله تقيقة تقيقة مقعدها اجمعها هم كلهم يضربوا في الشيطة راه و قال ذوك راه واحد راه يتبع فيك و يلا هو هاو قال هكذا وهاو قال هكذا وهاو قال هكذا وهو قال هكذا وهو قال هكذا شكرا لكم